من كتر بمسكة التليفون او القاعد على اللابتوب لفترة زمنية طويلة ببوستشير للأسف ممكن يصلك مشاكل جسدية كبيرة زي النيك هامب وزي الراوند شولدرز وغيرها اقولك عشوية تمارينة عشان تقل من الام الرقبة والنيك هامب دعلك بيها مشكلة الراوند شولدرز او لكتفل محدوفة القدام وده بيكون عن طريق ثلاث حاجة اول حاجة بتكون عن طريق تمارينات الموبليزيشن وتاني حاجة عن طريق الاستريتشات عضلات الصدر وعضلات الرقبة مع بعض ثلاث واخر حاجة ان احنا نقوي عضلات الرقبة وعضلات الصدر ونعيد التوازن ما بين كل العضلات يلا بنا نبدأ في اول حاجة وهي الموبليزيشن اول خطوة هتجي كرة تنس وتحطها جوه الشراب زي ما انت شايف قدامك هتحطها على الارض ومكان الكرة دي هيبقى مكان العضماية البرزة في المؤخرة بتاعة الرقبة بتاعتك بحيث ان انت تحاول تزوءها واتدخلها لمكانها او لمجراها الصحيح هتريح عليها من ثلاث دقايق لخمس دقايق كل يوم تاني حاجة هتعمل اللي انت عملته بالزبط على الارض بس هتعمله على الحيطة هتحاول تسنتر الكرة دي على نفس العضماية اللي فيه مؤخرة الرقبة بتاعتك وتحاول تزوء رقبتك الورا وصدرك برضو وتحاول تعمل ريتراكشن او ترجع كتافك لورا تالت تكنيك ممكن تشتري رول استواني الشكل زي اللي هتشوفه قدامك او ممكن تكيب ازازة مية بس تكون محكمة الغلق وتلف عليها اي مات بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده وبعدين تريح عليها من خمس لعشر دقايق على نفس العضماية اللي اتكلمنا عليها قبل كده رابع واخر حاجة هتحاول تفك التايتنس اللي موجودة في الصدر بتاعك بحيث ان انت تحطها بالشكل اللي انت شايفه قدامك دوت وهتحس بجد ان انت عضلاتك كلها فكت اول ما هتريح عليها دعني التكنيك معانا وهو الستريتشاب بتاعت الرقبة والستريتشاب بتاعت عضلات الصدر اول تكنيك معانا اسمه التشين تاك وهو ان انت تحط صبعك ده وتحاول ترجع منطقة التشين عندك الورا وما تحركش لقابتك لفوق والتحت زي ما انت شايف كده اهم حاجة ان راسك ترجع الورا بعيدة عن صبعك بعد كده هنحاول نعمل استريتشات لمنطقة البيك ميجر والبيك ماينر اللي هي عضلات الصدر بتاعك علشان دي احيانا بتبقى عاملة مشكلة لما ما بيبقاش عندك بالانس ما بين عضلات البيك ميجر وعضلات الظهر لما تبقى حاجة شد عن حاجة تبتدي جسمك يترمي لقدام وتعمل الظاهرة المعروفة بالراوند شولدر لديت حاجة ان احنا نقوي عضلات الظهر بتاعتنا وخصوصا منطقة الشولدر بلايك تعمل لها عن طريق ثمانين اسمه الاسكابيولر بينش وهو ان انت هتعصر ظهرك والوحي الكتف بتاعتك الورا والتحت وتعمل حرف W زي ما انت شايف قدامك هتثبت علي خمس ثواني وتعيد هاتين ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غريك يستفاد